اليوم صباحا عقد البرلمان المصري أيضا بدوره بجلسة استثنائية وهذه الجلسة للنواب والشيوخ وكانت جلسة طارئة لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة أكد فيها عدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه الشيوخ والنواب تأييدهم الأكيد لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفويده في أي قرار يتخذوا لحماية أمن مصر القومي والوقوف في وجه المخططات الإسرائيلية وكتير جدا توقفوا عند هذه الجملة لأنه إحنا كشعب عشنا الحليقة مراحل كثيرة فبالتالي لازم هيكون في ألأ والحماية والتفويد لشخص الرئيس وأيضا المؤسسة أكيد العسكرية واتخاذ ما يلزم لحث المجتمع الدولي في تنفيذ تعهداته والمواثيق الدولية والأعراف الأساسية والإنسانية التي تتضمن الحفاظ على الحق الإنساني الأول وهو الحق في الحياة ترجمة نانسي قنقر